يلا معنا فعلا لنحلة النهاردة ان شاء الله هتكون حلقة دسمة جدا عندنا اخبار كتير هنتكلم مع حضراتكم فيها اخبار متعلقة بالرياضة المحلية والعالمية هنتكلم عن توكيو عشرين عشرين اكيد بطبع في الحال هنتكلم عن لقاء الامس المشوق اللي مليان تفاصيل احنا جايين لكم في الكلام بس قلنا نصبح على حضراتكم في البداية اهلا بيكم جميعا وبداية حلقة جديدة وعش الصبح بالاهدي صباح العسل صباح الفل عليك يا كريم صباح الخير صباح الخير على كل حضراتكم في كل مكان دايما بتتابعونا وزي ما كريم قال الحلقة اكيد هتكون فيها يعني كلام كتير جدا تحديدا عن مباراة امس لنفيه كلام كتير بصراحة يتقال وإحنا هنتكلم في ده في فقرة كاملة مع كابتن عادل تعيمة نجمع الاهل السابق هيكون معنا في الفقرة الاخيرة النهاردة لان الامس ممكن نقول كده المباراة كانت بعنوان مباراة مليئة يمكن بالاثارة والتشويق والمطعة في نفس الوقت يعني الحمد لله ان احنا نقدر نقول بلغة الارقام احنا فوزنا ولكن برضو فيه كلام يتقال يعني هل الاداء كان الافضل هل كان فيه اخطاء هل فيه مستوى لعيبة تحسن جدا هل احنا سعداء مثلا بجول بواليا كل الكلام ده هنقشوا لان فيه كلام لازم حيتقال فيه كمان تصريحات كابتن سيدة عبدالحفيظ اللي كانت اكثر من المهمة حقيقي وكمان التصريحات الخاصة بمسيماني وكيفية ادارة اصلا المؤتمرات الصحفية مؤخرا اللي بقينا نشوفها اه تصريحات ايضا كاتن سامي وكمصان يعني اه فكر برضو الاخطاء التحكمية من عدمها من وجودها كل دي نقاط اعتقد مهم ان احنا يعني نثيرها النهاردة باذن ده مع حضراتكم ولكن الفقرة الاولى برضو خلينا ننوح يكون معنا الاستاذ محمد هشام هو لاعب لياقة بدنية ومحتم رقم قياسي بموسوعة جانس للارقام القياسية على ذكرك لجول او الهدف بواليا انا سعبت بيه جدا الحقيقة كلنا مش بس عشان الجول ده كان حاسم وجيه طبعا في الدقيقة الثالثة بوقت المحتسب بدل ضايا لا عموما عارفة بواليا بقاله فترة الدنيا بحجرة معاها الى حد الجيل ففكرة ان يعني ربنا هو فقصورته لان هو فعلا العيد كويس جدا وللأسف الشديد عادنا فترات طويلة ومباريات طويلة احنا كلنا عارفين ومعدناش ضرر تشك انه العيد مميز بس ما كانتش ماشية فما بتمشي بنسعب بداية طبيعة الحالة انا بتفع معاك ويمكن ده لما ذكرنا قبل كده يا كريم كلمنا تاريخيا كده او في تاريخ الاهلي او في ارشيف الاهلي عن فلافيو احنا قلنا هذا اللاعب اللي اختاره الجهاز الفني في الاهلي ولما بيختار الجهاز الفني لاعب ده معناه ان هو عنده ثقة في هذا اللاعب وده بيكون بناءا على دراسة احنا مش بنختار عشوائي فلافيو يمكن ما كانش موفق في بداية مثلا مشواره مع النادي الاهلي وبعد كده شفنا بعد تقريبا سنة او اكثر بقليل يعني وبعد كده فلافيو حقق وبقى عمل ازاي في هذه النقطة بواليا انبارح يمكن نقدر نقول كده الحمد لله بداية المشوار المتوقع منه في خلال مشواره في النادي الاهلي الحاجة التانية حسين الشاحات اللي كنا برضو التعليقات المختلفة اللي بنسمحها من بعض الاشخاص في الاستوديات التحليلية المختلفة او الزوملة يعني في القنوات الاخرى اه برضو ما كانش كلام افضل شيء يعني احنا كنا بنسمع بعض التعليقات ولكن يمكن مباراة امس اه اثبتت عكس ده تماما ولما تيجي تتكلم اصلا الشخصين اللي احنا بنتكلم عنهم دول واحد منهم احرز جول التعادل واحد منهم احرز جول الفوز فيعني ايه الف مبروك علينا ولكن زي ممكن تقول لحضراتكم احنا يسا عندنا كلام كتير جدا نقول فهو اللي حصل ان الحقيقة المباراة كانت عند حصن ظننا بيها كلنا كان عندنا توقعات ان هي مش هكون مباراة سهلة وقد كان فعلا ما كانتش المباراة سهلة لكن الحمد لله ربنا كرمنا ومتحقق الفوز بثلاثية للنادي الاهلي على الانتاج الحربي نتيجة اجمالية ثلاثة اثنين طبعا في هذه المباراة المؤجلة من اسبوع رقم 24 لمسابقة الدوري العام المصري تقدم علي معلول للنادي الاهلي من ركل الجزاء في الديئة 38 ادرك بعدها طارق ابو العز التعادل للانتاج قبل ما يضيف مصطفى البدري الهدف التاني لانتاج الحربي وبعد منها حصلت وقف يعني اقدر نقول باختصار شديد ان الاهلي بعد الهدف التاني لانتاج الحربي انطفض بالمعنى الحرفي للكلمة ويطبعا سجل حسين الشحات هدف التعادل في الديئة 85 قبل ان يضيف بولية هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلا من الضاقع وبالنتيجة دي بيكون رصيد النادي الاهلي ارتفع الى النقطة رقم 55 وطبعا بيتجمد رصيد الانتاج الحربي عند النقطة رقم 19 بس الناس برضو مبارح كتير كانت بتتحدث عن ان فكرة النادي الاهلي او اللعيبة تحديدا حاليا يعني مش في افضل الحالات يعني في افضل من كده شفنا منهم افضل من كده ولكن في برضو عوامل كتيرة جدا ودي مش مبررات ولكن هي عوامل بتؤثر على اي لاعب في اي نادي بينتمي سواهم حاليا او عالميا فقصة انت عندك ارهاق عندك ضغط نفسي عندك غيابات وغيابات برضو الى حد ما مش انت مش مكبر عليها بالعكس ده الاهلي لما بيروحوا يتكلم او يدي ست لعيبة اساسية عنده كمان يعني انت بتتكلم في حاجة اه طبعا ده عمل وطني بس بتتكلم في ست لعيبة اساسية يعني انت فهم ان انا اروح اودي ست لعيبة عندي وانا بخوت برضو الدوري الدوري ده من اكبر البطولات يعني الناس اللي بتقلل من حجم الدوري كلام ده مش مزبوط الدوري هو اللي بيجيب لك افريقيا او هو اللي بيوديك افريقيا فالقصة كلها ان اه احنا تنازلنا او احنا زي ما بتقول قدينا دورنا الوطني ان احنا عندنا ست لعيبة مش موجودين وده طبيعي جدا وده حركة محترمة وده المتوقع من النادي الاهلي بس انت برضو عندك لسه يعني الى حد ما مشاكل داخلية بسيطة نقدر نقول ظاهرة او مش ظاهرة مش دي قصتنا ولكن انت عندك عندك بعض الامور الداخلية اللي لازم برضو تحطها في الحزبان لما تيجي تتكلم او تقيم فده كلام على كل حال يعني بس احنا شفنا مبارح حرجة اقول تاني اداء متميز من بعض اللعيبة اللي كان الكثير بيشككوا في اداءهم تحديدا برضو انا هتكلم على مروان محسن مروان محسن مبارح ادى بجد مباراة جيدة وده مش كلامي ولا كلام حد تاني ده كلام مسماني واعتقد هو اللي عنده الادراك الكافي والمعلومات الكافية ان هو يتحدث من كان جيد ومن كان لا جيد او اخطأ في المباراة يعني انا اعتقد بمبارح نشوفنا كلنا مروان انت طبعا اكيد تابعت المباراة برضو بصي انا اعتقد هقولك يعني هقولك وجهة نظري واعتقد ان هي بتعبر عن قطاع مش قليل من الجمادير بغض النظر بقى عن التفاصيل وهل في مشاكل ولا لا او الحالة البدنية وضغط المباريات الى اخيره بس في ناس كتيرين بتبصرها انها والد بصت ايه ده انت بقرة افريقيا ده انت صاحبة اللي جبتيني التاسعة والعشرة فبالتالي يعني مش مقبول اوي ان يبقى فيه تعادلات في الدوري محلي مباراة محلية عموما اكيد هنرجع نكمل كلامنا في النقطة دي بس احنا منستغزل حضراتكم هنفع فاصل سريع ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا فضل رحبا حضراتكم مرة تانية وخلينا نستكمل اخبارنا ولسه الحديث مستمر على المباراة امس وحنتكلم تحديدا هنا ونقول ان المباراة مباراة اكيد شهدت فرص بالجملة للاهلي لغاية لما ادرك الفوز واحنا يعني برضو دمنا يعني كان محروق شوية بس الحمد لله هي النتيجة اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي احنا مش بنركز فيه الاداء على قدمة عايزين نكسب النقاط ومباراة احنا الحمد لله حصلنا على ثلاث نقاط لكن هي مباراة صعبة مباراة مثيرة للجدل الانتاج الحربي مباراة قدم مباراة زي ما احنا كنا برضو متوقعين دفاعية وكان فيه اعتماد على الهجمات المرتدة لكن في كل الاحوال الحمد لله ان الفوز كان ليه الاهلي ومننساش برضو لو حنتكلموا بشيء يطقر يعني اللفتة كانت جميلة واللي دكرناها برضو بالامس اللي قام بها لعيبي الانتاج الحربي لما حرصوا على اقامة مبارا شرفي ليه لعيبي الاهلي وكمان الجاز الفني بعد التتويج تتويج الفريق بلقب دوري ابطال افريقيا للموسم التاني على التوالي المرة العشرة في تار نادي الاهلي وكانت خطوة اعتقد محترمة جدا وهي دي الروح اللي احنا بنتكلم عنها وهي دي الروح اللي احنا نعرفها يعني هي دي كرة القدم هي دي او هو ده الاداء اللي احنا كجمهور بنحب ان احنا نتعلمه من اللعبة اللاعب دايما بيكون خدوة فما ينفعش نشوف حاجة غير كده حتى في الملعب يعني مبارا كان في بعض التعليقات يا كريم خليني يكون برضو يعني صريحة شوية البعض كان بيشوف او يعني لاحظ ان في بعض اه محاولة لتضيع الوقت في الشوت التاني في الدقائق الاخير الاخيرة خصوصا بعد لما الحكم ادى كمان ست دقائق يعني اضافية كان في محاولة من حرس المرمى في الفريق الاخر يعني البعض بيشوف انا بقول لحضراتكم بل الصورة اللي البعض كان بيتحدث بشأنها يعني هل ده حصل بقى هل ده ملحوظ هل كان مفروض يتم يعني اعطاءه انزار ما او طرد ما او يعني عقوبة ما برضو مش دي النقطة اللي بتكلم فيها انا بقول لحضراتكم ده المشهد اللي ترجم امبارا على كل حال يعني مباراة عدت نركز في اللي جاي لسه عندنا تسع مباريات باذن الله عشان نقدر نتكلم ان يعني الدوري خلاص بيحسن فبتوفي باذن الله دايما في كل مباراة للأهل باذن الله امبارح مسيماني اعرب عن ساعاته بالفوز وقال ان هي كانت مواجهة على حد تعبيره ممتعة وكان بيؤكد من خلالها دي تصريحات ان هي دي كرة القدم اللي بتحمل دائما المفاجئات واللي صعب جدا ان اي حد يتوقع نتائجها قال ان استفاد كتير من مباراة الانتاج الحربي وتعلم من خلالها العديد من النقاط من ضمنها ان المباراة لا تنتهي سوى عند صافرة النهاية وشدد على ان كل اللي حصل بيؤكد على ان احنا قادرين على العودة والفوز وحسم المباراة لصالحنا حتى ولو كان هذا الحسم في الدقائق الاخيرة عشر مسماني ان المباراة شهدت عودة الفريق من الخسارة الى الفوز قال بالنص تقدمنا ثم تعادلنا ثم تعرضنا للتأخر قبل العودة للتعادل ثم حسم الفوز قال كمان ان العيب النادي الاهلي عبارة على مجموعة من المقاتلين الاكفاء كانوا بياخدوا هذه المباراة فيه ظروف صعبة واكد على ان كل العيب في الفريق هيفضلوا يقاتلوا من اجل حسم بطولة الدوري واكد كمان ان جميع المباراة المتبقية صعبة للغاية والجميع يدرك اننا ننتظر مباراة درامية برضو على حد تعبيره في الفترة المقبلة قال كمان انه بيتوقع صعوبة المباراة المقبلة خصوصا وان كل من وجه النظر المسلماني هيعتمدوا على الهجمات المرتدة قدام النادي الاهلي عشان التسجيل في شباكه وبالتالي محاولة تعطيله في رحلة حفاظه على لقب الدوري وقال كمان جملة في النقطة الاهمية قال نحن فريق بطل فريق يبحث دائما عن البطولات ومن ثم نتعامل مع الظروف الحالية باحترافية شديدة يعني قال طبعا الى جانب الكلام اللي انا بقول حضراتكم عليه قال العديد من النقاط الاخرى تعالوا ناخد فكرة مختصر عنها من خلال هذا الفيديو اعتقد انه مقفل فة ج pell و قل فيه كان رعب كماتش كل مشاعر وكل أهداف وده حاجة لنا حاجة أنتو تستمتع به مفيش حد ده درس ليكم مفيش حد بيأكد معلومة في الكرة مفيش حاجة موصوق فيها ومفيش حاجة مؤكدة في كرة القدم ومحدش يقع في كرة القدم ممكن تقدم ايه وتعمل ايه في حاجة كتير عائفتها النهاردة وتعلمتها النهاردة وتأكدت منها النهاردة اللي تعلمت انو المكس ببنتيج لغاية نهاية صفارة النهاية التالحكام اللي شفته وده مش اول مرة الملعب ده الاردنا لذلك يجب عليك أن تؤمن أننا يمكننا تعمل شيئا نعم نستطيع أن نتحدث عن الاثلاثة ونعودنا لكن ماهي مهمة مهمة هو ما حدث في النهاية ممكن استكلموا أو كنا بخصوية اثنين واحد ورجعنا في النتيجة بس الأهم الأداء كان شاتنا في آخر دقايق في آخر ماتش ماتش زي ده ماتش زي ده ماتش زي ده ماتش زي ده الملعب ده برضو وبيقول لك الزوال الفات ماتش حد فاكره خالص ماتش النهاردة فكرنا بي مباراة النهاردة بتقول لي حاجة أو بتفكرني بحاجة بيتمسل لي حاجة إن فرق بتاعتنا مقاتلين أكفاء وفي الزوف الصعبة بيدغوتوا جامد وبيدوا لعنده وده كويس جدا لعبت النهاردة بربع روس حرب أربعة مهاجمين كله طلعت هاني وطلعت بقى طلعت المدافعين ونزلت مهاجمين لأنا كنت عاية يسجل نحتاجين نسجل وسعيد جدا نبال يجاب جوهن النهاردة دي هدين عند ربنا كان محتاجها اللي كانت صعبة كانت تدوش صعبة بالنسبة له لأس واحد من اللي قده كويس وقده كويس قوي النهاردة ما كانش مقنع قوي مروان او مقنع ونرده ادى كويس او يقدى اداء كويس جدا انا عادت ناس كلها بتتكلم تقول ايه على مروان مؤتمر صحفي يعني كان فيه كلام محترم جدا من قبل حقيقة مسلماني مسلماني بيبقى دايما حريص ان هو يوضح لك الصورة بشكل ما فيهش يعني اي جدال هو عنده شفافية في الكلام هو واضح جدا لما بيكون فيه عيب او اخطاء بيتكلم لما بيكون فيه شيء جيد او حاجة ايجابية بيتكلم لما بنيجي نكسب او بنفوز باي بطولة بيتواضع جدا وبيأكد دايما ان التواضع اهم شيء لما بنخسر وده الحمد لله قليل يعني لكن لما بيحصل ده لندي برضو كرة القدم ما فيش اي يعني حاجة تعيب حد لكن لما ده بيحصل او ما بنلعبش بالمستوى اللي المفروض النادي الاهلي يعني منتظر وجماهير النادي الاهلي هو بيطلع وبيتحدث وبيقول انا اللي جاي عندي هيكون افضل وانا حراعي هذه الاخطاء فمدير فني محترم لقاء صحفي اعتقد فيه كلام كان كتير جدا مهم فكرة كمان وده اللي لفت نظر يا كريم ان هو مسيماني دايما بيحرص ان هو يكون في ظهر اللعيبة لا يسمح لاي صحفي ان هو يتحدث او يقلل من شأن اي لاعب حتى لو كان اداءه في هذه المباراة مثلا غير جيد هو دائما ما يدعم الفريق فرد فرد فدي اعتقد حاجة محترمة جدا فكرة ان هو يثني على لاعب لما يكون اداءه في مباراة ما جيدة فاعتقد الشيء في غاية الاحترام حقيقي هنروح بقى لكابتن سيد عبدالحفيظ وانا مش هقول لحضراتكو التصريحات احنا هنروح نسمحها ولكن انا عايز اعلق على نقطة واحدة لان هي نقطة في غاية الاهمية واكد عليها مباراة كابتن سيد وهي فكرة ان انا عايز الجمهور بتاعي يكون في ظهري انا مش عايز الروح الانهزامية انا مش عايز اسمح لحد تاني في اي مكان تاني ان هو يطلع ويحاول يصدر الصورة ان الدوري راح من الاهلي الكلام ده مش موجود لسه بدري لسه مفيش حسم لأي حاجة احنا مبارح شوفنا المباراة ولو حضراتكو يعني تفرجتوا هتلاقوا ان الفرق التاني انا كنت مبارح يا كريم بتفرج مع بعض يعني الاصدقاء على المباراة وهم بينتموا ليه نوادي اخرى هم اللي كانوا بيقولولي يا نعد على عصابي هم اللي كانوا بيقولولي اصبروا انتوا الاهلي كده والله العظيم انتوا على ديها التسعين لا هتكسبوا يعني انت بتخيم فهو ده النادي الاهلي مش دي بس الروح اللي عندنا دي الروح اللي الناس كلها عارفاها عننا فلازم نكون في ظاهر الفريق لازم نصدر الروح الايجابية لازم ندعم لازم نثق في فريقنا في الجهاز الفني ده اللي اكد عليه كابتن سايد واعتقد ما فيش حد ممكن ان هو يختلف معا خلينا نروح نشوف التصريحات اللي في غاية الاهمية من كابتن سايد ونرجع نكامل الف للم مبروك تلاتة بونط غاليين جدا تلاتة بونط صعبين جدا ولكن هو ده النادي الاهلي دوري يكسب اي فرق يعني الحمد لله طبعا على كل شيء هي مباراكة ده يا دي مباراة الختمية والمباراة اللي هي بتبقى بتقرب من مسافة الدور هو الدوري ما بيجيش غير بالشكل ده ما تكسلش ولا ثانية ولا لحظة ولا اي حاجة خلص انت بتنجيب جن ممكن في الديان خمسة وتمين وستة وتمانين وبعدين لازم تجيب التاني عشان تبقى في الصدر على طول كل اللي عايز اقوله اني لازم يبقى فيه اجواء يعني انا هنبدأها طبعا او عبدئنها من فرقتنا لازم الاجواء كلها تبقى مهيئة ان انت تاخد الدوري الناس عاملة جو احباط شوية يعني جو جو فيه اا اكدني الدوري خلاص بيسترسب منك ولا حاجة خلص انت عندك تسع اا نقط او تسع اسف فضلك تسع مباراة وازمالك فضوله سبع درب الجزاء فانت بتتكلم في عدد من المطشاط يعني بقى قليل بقى قليل جدا لو قدرنا ان احنا نكسب مطشاطنا كلها كلها هتبقى صعبة اللي هتفرق فرقة سهلة ولا فرقة صعبة ولا فرقة بتنافس ولا فرقة على الهبوض فوق زي تحت كل المباراة هتبقى بالشكل ده فانت لازم الاجواء انا بخاطب جمهور اصلا لنفسنا جمهور لأهلية كله بقولو لا اعمل الاجواء اللي عملناها من سنتين والى عملناها من ثلاثة والى عملناها من اربعة ااجواء كلها تبقى مهيئة ان انت تاخد الدوري لازم اللعيبة كلها احنا دورنا برضو ان احنا نحسسهم بكده هم لازم يحسوا بدا بس الأجواء حوالينا مش هتيجي غير من جمهورنا إنه يحسس الناس كلها لقى الدورية بتاعنا والدورية إن شاء الرحمن ما نكسلش في نقطة عرق واحدة يعني أنا بتكلم في الفير بتكلم في الفير زي ما حصل معي أو حصل في وقت من الأوقات مش هسمح أبدا إنه هو يحصل ما يحصلش مع غيري أنا لعبت في عشر في تمانية وعشر يوم عشر مطشاط أنا سامع إن مباراة الزمالك والمحلة هتبقى في اسكندرية ده على أساس إيه؟ على أساس إن المباراة هتبقى في اسكندرية عشان الزمالك عنده بعدها بيومين مباراة مع الاتحاد السكندري يوم ستة يوم تلاتة يوم ستة طيب هسأل سؤال أنا ما بتكلمش بلسان الجونة ما بتكلمش بلسان الجونة الجونة لها قدرة محترمة ولها جهزة محترمة لا بالجونة بتكلم بالجونة الجونة لها قدرة محترمة وجهزة محترمة ولعبها محترمة وكل حاجة بس الجونة في الأسبوع الثلاثة الواحي وتلاتين في الاسبوع قاسي في الاتنين وتلاتين عندها اسموحة في اسكندرية. وبعدها بتلات ايام عندها الاهلي في الجونة. هل لو طلبت الجونة ان هتلعب في اسكندرية هيتم الموافقة على كده هي هي نفس الكيس. هي هي نفس الكيس. مش عايز بقى واحد يطلع يتنطط ولا حاجة في القناة ويعود يقولك ايه وعتاجل على الله. لا ده مش كده. الفير اللي حصل مع الغير يحصل مع دول. انا ما بتكلمش بمسان الجونة. بس بضرب مثال. الزمالك هيلعب على المحلة في اسكندرية. عايز يلعب في اسكندرية. عشان هيلعب الاتحاد بعدها بتانية واربعين ساعة في اسكندرية. تب الجونة. انا بكلمش بمسان الجونة. انا بدي مسال. الجونة هتلعب مع اسموحة في الاسبوع اللي اتنين وتلاتين في اسكندرية. وهتلعب الاهلي بعدها بتلات يام في آآ في الجونة. لو طلبت لو طلبت الجونة ان هتلعب المطشين في اسكندرية. ان هتلعب سموحة لان ده مطش وطلع محدش يقدر يقول لها حك. محدش يقول لها تلتي التلتة كام. محدش هيقول لها تلتي التلتة كام. لان انت بتلعب انت صاحب الارض فبتاخد فرقة توديها فرقة تانية. خلاص. الجنة لو طلب كده محدش يفتح بقه. اوكي? ليه بقى? لان ده اسمه تكافؤ الفرص. اوكي? زي ما بتسمح لغيرك تسمح آآ ليك. اتنين انا لعبت عشر مباريات مضغوط جدا. مضغوط جدا. كان فيهم مطش كاس. كان فيهم مطش مطش النصر آآ في الكاس. مضبوط. النهاردة بيقول لك لا انا هعايزين نأجل مباراة الزمالك واسوان في الكاس. ده على اساس ان انا كنت بلعب برضو النصر آآ ما كانش في الكاس. لما اتضغط. يعني انا مش عايز اقول لان انا مش هنصح بالقرار. اوكي? لكن طالما حصلت مع فرقة. مش هنسمح ابدا انها ما تحصلش مع فرقة. مش هنسمح ده. مش هنسمح ده لان انت حصل فيك ده. اوكي? لان انت اتضغط وهتضغط. تماما عندي عندي اسماعي ليوم تسعة وعندي آآ ايم بيوم اتناشر. يعني تسعة ويتناشر. انت عايز تلعب من يوم ستة وتريح لحد يوم اتناشر يا صلاة النبي. يعني وحنا كده عادي نجيل مفيش مشكلة. يعني بندلك الدوري وحنا ساكتين. يعني وزي ما قال يعني بطولة الدوري دي بطولة الدوري بطولة ا اه اقوى بطولة ف فالقارة. تمام? يعني سيبك من اللي بقوله المورخ اعمري الدردي سيبك منه. يعني باتكلم على بطولة الدوري. بطولة الدوري هي اللي بتوديك لبطولة افريقيا. يعني بطولة افريقيا هي اقوى بطولة. فبالتالي لما كن انت بطولة مؤادية لأقوى بطولة المفروض يبقى فيها تكافى فرصة. طيب. كم تسدر حفيزي? اتحاد الكرة مفروض يوقف مع نادي الاهلي وهو بيمثل مصر ووقف مع نادي الاهلي في تأجيل بعض المباريات ولكن ضغط الاهلي في مباريات بدون اللعبة الدولية. لا 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 صغرا. وهو قوفش مع الاهلي في تأجيل بعض المرات. انا مش هلعب اه مش هلعب اه لنا مش هلعب اه 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 فنفس الوقت اه Affore 21 Хотя نفس الاسبوع اللي انا كنت بالعب فيه في افريقيا كان هو اللي بيقام. هو نفس الاسبوع. انا ما بتأجيلش حاجة. انا لعبت يوم لعبت يوم يوم اربعتاشر اربعة مع معية النصر وتمنتاشر مع الزمالك واحد وعشرين مع مع سموحة. واربعة وعشرين مع امبي. وسبعة وعشرين مع المصر. وتلاتين مع الجونة. وتلاتة مع المحلة. وستة مع الاتحاد. وعشرة مع زمانة وخمستاشر مع اه مع اه سانداونس. يعني اظن ده محدش يقبله ابدا وقبلناه. فانت هتيجي النهاردة وتقول لي لا اصلا ما معرفش في متكافل الفرص. لسه فرقة بتلعب دور ستاشر في الانماء لانا. ما لعبت دور ستاشر اساسا ده انت ده انت عشان تكافئ الفرص. طلعتني اللي من القاهرة. من مصر الجديدة. وانا من جزيرة. طلعتنا اللعب في اسكندرية. عشان الزمالك بيلعب الحرس في السويس. فانت النهاردة هتقول لي انا هاجل ماتش عشان ابقى مرتاح. لا 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 لا. لا خالص. اللي هيحصل هنا هيحصل هنا. مش هتلعب هنا. مش هلعب هنا. تمام? ده واضح وصريح. اتنين. حصل معي ولا ما حصلش? حصل. حصل معي. تلاتة. هل لو جونة طلب ان هو يلعب المباراتين في اسكندرية. هتوافق له ولا لا? ما تقدرش ما توفق لهوش. لو وفقت لده هتوافق لده. خرين انا ناخد على التليفون كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي. كابتن ناصر صباح الفل على حضرتك يا فانت. آآ صباح الخير عليك ان هوانت. صباح الخير عليك ان هوانت. صباح الخير علي كل مشاهد وانتبقى القناة للأهل في كل مكان. آآ وكل سانو حضرتك بخير يا بقى. كل سانو حضرتك يعني السيد وجيه احمد كان بيكلم او صرح ان هو بيرفض التعقيب او التعليق على الحالات التحكيمية. وهو ادى كمان القيم مبارح طاقم التحكيم من تمانية ونص من عشرة تقريبا. هو تحدث ان يعني كابتن محمد ده معروف ادى اداء رائع جدا. انا مع كل ده هروح مع حضرتك وحسألك كيف كانت المباراة من الشق التحكيمي. او هل نقدر نقول مثلا المباراة كانت صعبة تحكيميا من وجهة نظر حضرتك كابتن ناصر? خلينا اتكلم الاول بشكل خاص وبعد كده نتكلم بزفعة عامة عن المباراة الصعبة اللي جاية سيدان اهوان. اولا كابتن محمد معروف الحاكم الدولي هو حاكم طبعا كبير وباسمه ومحدش يقدر يتكلم في اي حاجة ولكن انا بس بسأل سؤال. الحاكم محمد معروف ادار مباراة النادي الاهلي وغادر المحلة تقريبا من اربعة وثمانين هذه المباراة المباراة شهدت اخطاء تحكمية اه يعني افخرت في نتيجة المباراة. وقلت قبل كده ان هذه الاخطاء التحكمية نتيجة الأخطاء الناد الأهلي خسروا هدف مقابل لأشيء في هذه المباراة اللي كان فيها راكل الجزاء الصحيحة لم تحتفل من الناد الأهلي اللي كان فيها بطاقة حمرة مباشرة نتيجة الفرصة الواضحة لتلديل هدف وطبعاً ده ما حصل شيء وكان فيها هدف كان يزلوكم مخالفة وأيضاً هنا الهدف لم يدلخل في هذه الأخطاء التحكمية المؤسرة في نتيجة الناد لما يبقى النهاردة أنا بعين حكم محمد معروف في مباراة أمس أنا بقولش تعيراتيك وهي حقه أسير لجنة الحكام ولكن أنا بقول النهاردة حتى من ناحية النفسية أنا ليه بضغط الحكم بقول محمد معروف أنا النهاردة لما بيجيب في مباراة صعبة وإحنا عارفين أن هذا الأهل المعارضة بينافس على بطولة الدور العام أنا عندي 21 حكم ممكن أخطار منهم أي حكم ما يكونش عنده مشاكل تحكمية معنا في الأهل بنقولش أن احنا بندخل في تعينات الحكام ولكن ممكن من 21 حكم أخطار الحكم الكف الحكم اللي عنده شخصية تحكمية الحكم الأقل أخطاء وإحنا قلنا الحكم المتميز هو الحكم الأقل أخطاء فيه صحيح أو حالتين تحكمية أو ممكن النادي ده قسر ممكن أنا ببعد شوية يعني ببعد شوية وبعدين أنا لما بلعب بلعب في توقيت معين يعني أنا بقول التوقيت ده صعب جدا ناد الأهل ناد الأهل مضغوط دايما وزي ما حدث قلت قبل كده ناد الأهل بيلعب خارج مصر بمثل مصر وبيشرف الكرة مصرية في كل الأماكن سواء كان على مستوى المحلي أو مستوى الدور وبالتالي أنا زي ما قلت حضرتك إن نحن نهارده الفترة اللي جاية فترة صعبة جدا 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 فترة تحكمية صعبة أنا بطالب أو بناشد ناجب الحكام إنه هي انتقاء الحكام الجايدين الحكام الشخصية التحكمية الجايدة اللي هم يقدروا يمروا بالمباراة بأقل الأخطاء لا بنقولش أي حاجة خالص ولا نتدخل في تعينات الحكام تعينات حكام حقه أصيل لجنة الحكام والتحاد الكور ولكن من غير المعقول أبدا إن أنا أدفع بحكم عنده مشاكل تحكمية في المباراة تقريبا كانت ناد الآخر فيها 3-1-0 وهنجد أصدق في نتيجة المباراة نتكلم على الحكام ودوره في الفترة اللي جاية يعني لابد الحكام تتاهد وتشتغل على نفسها كواس أو الأندية بتصرف الأندية تشتغل الأندية تتاهد ولكن أي خطأ تحكم الفترة اللي جاية غير مخبول بالمرة وأنا بقوله هذا الكلام لأن من غير المقول النهاردة الأندية سواء اللاعبين أو جهاز فني أو إداري أو كومة مجلس إدارات بيبطل كل الجهد في الوصول للهدف ونشوف أخطاء تحكمية في الفترة اللي جاية هتكلم في نقطة مهمة جدا سمحيلي وإحنا بنتكلم فيه موضوع مهم وهو موضوع إضاعة الوقت الحكم مبارح أو بالأمس الشيط الأول هو احتسب أربع دقايق وقت ضد الضائع خلي بالحضراتك والجمهور الجميل بتاع حضراتك إن القانون ألزم الحكم بإضافة الوقت بدل الضائع نتيجة نتيجة التوقفات اللي بتحدث أثناء الشهد على سبيل المثال إصابات اللعبين وعلاجهم التبديلات اللي بتحدث في الشهد نتيجة توقفهم بره نتيجة الفارف كل هذه التوقفات لأن القانون ألزم الحكم بإضافة الوقت بدل الضائع وبالتالي كان هناك أربع دقائق وقفت بالله أنا بقول الأربع دقائق بس اللي هم كانوا موجودين في إصابة لعبي نادي الإنسان اللي هم استغرقت تقريبا أربع دقائق كان هناك ست دقائق على الأقل كان المفترض الحكم المبارح يدرهم فيه شوط الأول هروح لشوط التالي وعاوز أبس أدي مثال ومفهوم يعني إيه إضافة الوقت بدل الضائع احتسب الحكم ست دقائق وقت ضائع ست دقائق حدث فيهم سقوط لحادث مرمى نادي التالي فقط تقريبا مرتين أو دلت مرات مرتين أو كان فيه تطويل وكان فيه مشهد مفهوم يعني ما عتقدش حد مبارح كان بيتابع وما كانش فهم ده كان ورائي حاجة كانت ما عتقدش أفضل شيء أو أفضل مشهد كابتل ناصر بزبط وأنا بقولي الدليل أن الحكم أشهر البطاقة السفر الحادث المرمى هو أنا بسأل السؤالة هو أشهر البطاقة السفر لديه لأنه كان متعمد أنه يضيع الوقت صحيح صحيح لما يبقى أنا بدي ست دقائق كابتل نهوان بدي ست دقائق وفي ست دقائق دولار حصل أن حارث المرمى سقت ثلاث مرات تقريبا أضاع من الوقت دي تيل هل أنا هلعب ست دقائق بس ولا هلعب ثمان دقائق ده السؤال لا أنا مفترض للحكم لو أنا جد ست دقائق وحصل فيهم اللعبة توقف بضيف الوقت اللي هو توقف دوت يعني أنا مفروض بدل مني ستة وتسعين بني في دقيقة ثمانية وتسعين قول الكلام دوت ليه لأن الوقت الضائع ده حق للفريق صغير أنا نستمنى على الفريق إن أنا بقول أربع دقيق ويجب أن يكون حق الوقت الضائع ده دقيق جدا 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 وده القانون قال إن الحكم لابد إن هو يحتسب الوقت بالضائع للفريق ومبارح نادر أهلي حتى الهدف اللي جيه هدف اللي جيه في دقيقة الثلاثة وتسعين بالشكل العام بسيط الأهوان أنا بقول إن الفترة اللي جاية فترة الفقر وفترة يعني لا تتحمل أخطاء التحكمية صحيح ولا لا أتدخل في التعيينات ولكن منقول إن اختيار الحقيام الأكساء في هذه الفترة أكيد حقيقة أعنصي مهم جدا في نجاح كتولة الضائع في العالم أنا محترم جير ما اتفق مع حضرتك طيب كابتن ناصر أولا صباح الفل على حضرتك سعداء ومشاركتك معنا بحلقتنا النهاردة واسمح لي أتوجه لحضرتك بسؤال يعني خده على بسطته كده بس يعني أتمنى أن حضرتك يوصل لك المعنى أو المغزى الوراء إحنا ليه بقينا مؤخرة بنتكلم كتير عن وجود أخطاء تحكمية في البداية أكيد مش هنختلف على إن الحاكم هو بشر في الأول وفي الآخر وما فيش حد منزه أو خالي من الأخطاء بطبيعة الحال والأخطاء دي بتحصل حتى في دوريات العالم المختلفة فدي حاجة مش هنختلف فيها ولكن المرفض للنظر إن إحنا بقينا مؤخرة بنتكلم عندنا في مصر في الدوري العام المصري بنتكلم كتير على الأخطاء التحكمية علما بإن المفروض إن كل الحكام عندهم من الخبرة ما يسمح أو ما يمنع من إن هما يقعوا في هدي الأخطاء التحكمية دي رقم واحد رقم اثنين هو مش المفروض إن الفار لازمته إن الحاجة اللي تكون فاتت عن الحاكم ما شافهاش الحاكم الفار هو اللي يحسبها عشان منطق إحقاق الحق يتحقق ده اللي مش حاصل يا فلو سبعا ريكا صباحا خير يا حسدك كريم وطبعا بحي حضرتك على السؤال الجميل اللي حسدك بسأله إحنا قلنا الفار بيتدخل في الحالات الظاهرة أو الغائبة أو الغائبة عن حاكم المباراة وهنا الفار هو وسيلة مساعدة لحاكم المباراة في تحقيق العدالة التحكمية اللي أعتقد من غير الفار كانت حاجات كتيرة جدا المسوح من الحاكم وهنا زي ما قلت حسدك هنا يجب أن يكون في تفاهم وده جانس ما بين حاكم الميدان وحاكم الفار الله أنا أقول الكلام ده وده لو أنا النهاردة حاكم ومعايا حاكم الفار وأنا مش عندي يعني يقين بأن هو حيستدقيني في الحالات التحكمية أو أنا أ بأي نبقي القراض قل الآن شوية هاي المشكلة هي المشكلة عشان تبقى المباراة ماشا بشكل يestäما ش أن يكون في الثقافة التحكمية عند الحكم هي موجودة هي نفس الثقافة الموجودة عند حكم الفوار أو تقدير الأخطاء التحكمية عند الحكم هو نفس التقدير اللي موجود عند حكم الفوار يعني أنا حدي مثال حديثي بك في الدوري في بطوات الأوروبية مفيش مرة أبدا الفوار جاب الحكم والحكم عكت في القرار أو مفيش مرة أبدا الفوار جاب الحكم والحكم قال لا أنا مش هاخد بقراره لكن 90% من الحالات اللي تم يستعق فيها الحكم من فقنية الفارد يرجع الحكم ليقض بقرار الفارد ولكن هنا بيبقى فيه نوع من نوع يعني ايه لا مش اخد بكلامك انا احمشي بقراري اه انت ليجي القرار الاول والاخير تحكم اللي بقرار ما حدش قال حاجة ولكن لما انا بجيبك اكيد ببقى شايف حاجة اندى حضرتك في الملعة مش خفاجة وبالتالي هنا لابد ان يكون فيه تناغم ما بين حكم الفارد وحكم الميدان انا بقول شكريم هنا في حاجة مهمة جدا ان بعض الحكام اللي هي بتعتمد على الفارد انا بقول نصيحة لهم من فضلك من فضلك من فضلك يا حكم لا تعتمد على تقنية الفارد وانسا ان الفارد موجود لانك انت احيانا بتهمل وبتكسب وانك انت ما بتشتغلش على نفسك وبتبقى بعيد وما عندكش التوقع ولا عندك القراءة ولا عندك يعني قراءة الطرق واسري بالله بتتركن على الظهر واحيانا الظهر في حالات مهمة ما بيجيبش فيها الحكم الموضوع محتاج ان احنا كلنا نشتغل وانا بتكلم على الحكام لان لاجل الحكام مش هتكيب كل حاجة ارته لابد تحكم لابد انك انت تشهر بان الفترة القادمة فترة صعبة جدا للانبية لابد انك انت تشتغل وتتمرن وهتتهد وبقى عندك القدرة على انك انت تحقق العدالة باقل اخطاء تحكمين صحيح انا يعني اتمنى ان الرسالة دي تكون وصلة او توصل يعني لصاحب ناصبها او للاشخاص المعنيين وعلى كل حال نشكرك جدا على هذه المداخلة كابتن ناصر عباس والكلام اللي هي مفيد ومحترم جدا ويمكن هنفضل نردده يعني هنفضل نتساءل يعني الموضوع ما اصبحش فيه رفاهية فعلا ان انت تغلط في اي شكل كان يعني لا خطأ تحكيمي ممكن ان احنا نتحمله او خطأ من اي فريق او اي لاعب فيه داخل المباراة يعني انت فاهم يا كريم المشهد خلاص احنا عايزين نركز عايزين يبقى اللعب فار جدا علشان انت لسه عندك زي ما اكتبوا لحضراتكو تسع مباريات مش عندنا رفاهية ابدا ان احنا نخسر اي مباراة جاية بإذن الله فعني نتعملنا المشكلة لما الموضوع يتطور ويتصعد ويوصل لمرحلة اللي بيشكل شبه ظاهرة في وقت المفروض ان يبقى عندك انت دلوقتي كحاكم عندك عناصر مساعدة كتير تجيب لك اللي فات عليكي يعني فده اللي بخالي الموضوع عليك انت عارف برضو يعني حقولك على حاجده الشق الشقة التاني بس المشاهد يعني اللي احنا لسه مستمرة عندنا في الملاع من بعض يعني الاشخاص او بعض اللعيبة اللي بتنتمي لنوادي اخرى يعني محتارة موفرة اخرى محتارة ما لدي فكرة انا قد بضايع وقت ان انا عايزة يعني خلاص المشاهد دي مفروض انها انتهت لان هي بقت الاول يمكن لو ما كانتش مفهومة دلوقتي بقت مفهومة للكل ولا محتاجة بقى فار زيت ما حنتكلم ولا اي حاجة ايا بالعين المجردة فيعني ما كانش لها اي لازمة بس انا سعيدة جدا بالجول الاخير اللي جيه في التوقيت يعني الصعب حنقدر نوله لكن ده التوقيت المعتاد عن الاهلي لان انت قدرت به يعني انتوا بتحاولوا الطيب خلاص برضو احنا هنجيب جول برضو هناخد التلات نقاط بتوعنا هو ده كان الرد الرد كان على الارض فالحمد الله رب العالمين ربنا يوفقنا ان شاء الله في اللي جاي وزي ما كنا بنقول لحضراتكم برضو فقرة الاخيرة مع كابتن عاد التعيمة هنتكلم بشكل اكثر تفصيلا عن كل هذه الجوانب حلو التنويه ده عشان برضو ايه الاحسن حضراتكم لصبح الله تخيلوا ان الكلام عن مباراة الامس انتهى لا طبعا لسه لم ينتهي بعد الانحية كان مباراة مليانة تفاصيل جديرة بتوقف عندها وتأملها على كل الاحوال قبل بقى ما نروح مع خضراتكم على الصحافة الرياضية وعلى بقية التفاصيل على كل حال خلينا بقى نروح دولة تنتابع زي ما احنا متعودين اخبار النادي الاهلي ويفر او كمان المختلفة معانا سالة حمد من مقر النادي الاهلي بالجزيرة سالة صباح الخير عليك وسمعينك تفضلي صباح الخير طبعا برحب بيك انا هاوند واكيد برحب بيك كريم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان يوم جديد وحلقة جديدة طبعا في برنامج عشر الصبح في الاهلي وكالعادة هكون معكم النهاردة طبعا في فقرتنا فقرة اخبار النادي الاهلي من مقرنا بالجزيرة هكون معكم واخدكم في جولة سريعة حول كل الاخبار والامور طبعا متعلقة بالنادي الاهلي واكيد فرقنا الفرق الاول لكرة القدم وجميع الفرق الرياضية الاخرى وخليني ابتدي باخبار الفرق الاول لكرة القدم تحت قيادة مستر بيتسو موسماني وقبل ما اتكلم يعني طبعا في اخبار وكل الامور المتعلقة بالفرق الاول لكرة القدم خليني اباركلك طبعا يا نها هوند واباركلك كريم ولكل جميع النادي الاهلي بعد فوز مهم في مباراة مهمة وممتعة جمعت ما بين النادي الاهلي والانتاج الحربي انبارح على ملعب استاد الاهلي والسلام وانتهت بفوض طبعا النادي الأهلي بثلاث أهداف مقابل هدفين سجل أهداف علي معلول من راكلة جزاء ويحسين الشحات والتر بوليا الهدف الثالث من أسست علي معلول يمكن بعد الأسست ده نهواند خليني أقولك أنه علي معلول أصبح من أكتر لعيبة في الدوري المصري صنع أهداف برصيد تسعة أسستات في خمستاشر مباراة ومنهم طبعا يعني من ضمنهم مباراة الإنتاج الحربي أمس خلاص يعني خليني أقولكم أن النهاردة لعيبة النادي الأهلي هيكونوا في راحة سلبية من التدريبات ويعودوا مرة أخرى استأنفوا تدريباتهم على ملعب مختار التيتش بكرة إن شاء الله استعدادا للمرحلة المقبلة في بطولة الدوري مباراة القادمة إن شاء الله أمام أسوان والله هتكون يوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب استاد فيترو سبورت طبعا في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لعيبة النادي الأهلي كلهم طبعا هيكونوا متوجدين في التدريبات بكرة وهيكون معهم الضهير الأيمن لنادي الأهلي النجم محمد هاني ولكن هيغيب عن مباراة أسوان يوم الخميس بسبب تراكم الإنضارات لأنه طبعا زي ما كنا شفنا إنبارح محمد هاني حصل على الإنضار اللي تلت في المباراة فهيغيب خلاص يعني بشكل رسمي عن مباراة أسوان المباراة القادمة يوم الخميس ده بالنسبة لأخبار فريل أول لكرة القدم خليني نروح لأخبار جميع الفرق اللي رياضية الأخرى ويبتدي بفريل أول لكرة اليد تحت قائزة الكابتن طارق محروس ويمكن خليني طبعا أفكر كنا هوند وفكر كريم وكل جمهور النادي الأهلي أنه كابتن طارق محروس كان بيمرن يعني لعبي كرة اليد على فترتين فترة صباحية وفترة مسائية الفترة الماضية ولكن قرر أنه بداية من الأسبوع ده لعبي كرة اليد هيتمرنوا على فترة واحدة من الساعة 2 للساعة 5 وبعد تدريب فريل أول لكرة اليد رجال هيكون في تدريب السيدات من الساعة 6 للساعة 8 على نفس الصالة صالة الأمير عبدالله الفيصل داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة كمان الفريل أول لكرة الطائرة رجال تحت قائزة الكابتن ميدو أم سلحي هيعودوا مرة أخرى للتدريبات الجماعية بداية من يوم الحد القادم بداية من الأسبوع القادم عشان يستعدوا للموسم الجديد دي بتكون فترة إعداد استعدادنا للموسم الجديد واللي هيبتدي تقريبا في شهر 11 القادم يمكن دي طبعا كانت كل أخبارنا النهاردة بالنسبة لفريل أول لكرة القادم وكمان جميع الفرق الرياضية الأخرى والآن لعودة مرة أخرى للستوديو وكلمة لك طبعا إنها وانت فضلي وإحنا بنشكرك جدا على التغطية دي يا سالة والجو من عندك كده بين يعني كويس أوقات كتيبة بلد الشمس صعبة جدا أو درجة الحرارة بس الجو الواضح نوع كيس ممكن احتمال نعدي عليكي بعد الهواء يعني شكرا لكي جدا يا سالة تعالوا بقى نروح دلوقتي على مقر جريدة الشروق مع زمارتنا العزيزة هنا أبو القاسم اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع العالمية وطبعا بطبيعة الحال دلوقتي لا صوتها يعلو فوق صوته الامتياج توكيو 2020 وطبعا أكيد معصب الأخبار اللي معنا هتكون متعلقة بتوكيو هانا صباح الفل عليك يتفضلي يا صباح الخير عليكم يا كريم وانا هوندو على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وحلقة جديدة من عشرة الصبح في الأهلي وهاخدكوا في جولة لأبرز أخبار الصحف الرياضية من مقر جريدة الشروق وطبعا زي ما انت قلت يا كريم كل الأخبار اللي معانا النهاردة هتكون متعلقة بأولمبيات توكيو ولكن الحقيقة قبل مبدأ جولتنا الإخبارية حبقوا هنق رجال النادي الأهلي الفرية الأول طبعا لكرة القدم على مباراة أمس والفوز على الانتاج الحربي بنتيجة 3-2 يعني الحقيقة قدوا أداء رجولي لآخر دقيقة كانوا بيقتلوا من أجل الثلاث نقاط وان شاء الله الدوري السنادي كالعادة هيكون في بيته في مقر النادي الأهلي في الجزيرة خلونا بل الوقت نبدأ جولتنا الإخبارية ونفكر مشاهدينا بمباريات اليوم في الدوري المصري بيرمز هيواجه البنك الأهلي في تمام السابعة مساء على استاد الدفاع الجوي طبعا ضمن مؤجلات الجولة الـ 23 أما عنا أخبارنا اليوم البداية من موقع جريدة الشروق أولمبياد توكيو وعمر عصر يتأهل للدور الثالث طبعا نجح اللعب عمر عصر لعب منتخب مصري في التأهل للدور الثالث في منافسات فردي رجال تينس الطولة ضمن فعليات دورة الألعاب الأولمبية واللي بتقام حاليا طبعا في العاصمة اليابانية توكيو هتستمر طبعا حتى يوم 8 أغسطس المقبل يعني تأهل اللاعب عمر عصر على حساب اللاعب الأوكراني ليو كو بنتيجة 4-3 المباراة الحقيقة استمرت لوقت طويل يعني استمرت حتى 52 دقيقة قدر اللاعب عمر عصر التقدم في أول 3 أشواط من المباراة بعد كده عاد اللاعب ليو كول المباراة وقدر يفوز في 3 أشواط لكن الحقيقة لعبنا قدر يحسم المباراة لصالحه ويفوز في الشوت السابع والأخير ويتأهل للدور الثالث يعني طبعا بنتمنى له كل التوفيق كمان من موقع اليوم السابع وأيضا عن أولمبياد توكيو 2020 محمد حمزة يواصل التقلق ويتأهل لربع نهائي سلاح الشيش يعني واصل اللاعب محمد حمزة لاعب منتخب سلاح الشيش تقلقه ليتأهل لمنافسات دور ربع النهائي بعد ما حول تأخره من 12 ستة أمام اللاعب الإيطالي أندريا كسارة بطل العالم إلى 15-13 في منافسات دور ثوم لنهائي سلاح الشيش فردي رجال بدورة الألعاب الأولمبية في توكيو طبعا 2020 يعني أيضا حب فكر مشاهدين أن مصر بتشارك بأكبر بعثة في تاريخ المشاركات المصرية في الألعاب الأولمبية ووصل عدد اللاعبين المشاركين لمية ستة وأربعين لاعب ولاعبة بينقسموا لمية أربعة وتلاتين لاعب أساسي بالإضافة طبعا لـ 12 لاعب احتياطي طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية يعني طبعا نتمنى لهم كلهم كل التوفيق خلينا نروح دلوقتي لبوابة أخبار اليوم وتوكيو 2020 منتخب اليد يخسر أمام الدنمارك يعني يخسر منتخبنا الوطني منتخب مصر لكرة اليد مباراة الجولة الثانية أمام الدنمارك وطبعا اللي كانت بتقوم صباح اليوم انتهت المباراة بخسارة فراعينة اليد بنتيجة اتنين وتلاتين سبعة وعشرين يعني كان قدر منتخب الفراعنة يحققوا رفوز على منتخب البرتغال بنتيجة سبعة وتلاتين واحد وتلاتين طبعا يعني الحقيقة كانت الحقيقة هزيمة محبطة اليوم لكن هي غير مؤثرة إن شاء الله تكون حافز لرجال كرة اليد وإن شاء الله يقدروا يفوزوا في المباريات الجاية ويحققوا أداء قوي وكبير في الأولمبيات وأخيرا من جريدة الشرق الأوسط ثلاثية ألمانية تخرج الأخضر من الأولمبيات وأمال مصر تتضاقل بسبب التانجو يعني يودع المنتخب السعودي الأولمبي منافسات كرة القدم للرجال بأولمبيات توكيو عقب طبعا خسرتهم من ألمانيا بنتيجة تلاتة اتنين أمس في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة والتي شهدت أيضا اتعادل البرازيل مع كوتفوار سلبيا يعني بكده طبعا ظل المنتخب السعودي بلا رصيد ليودع منافسات البطولة بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة بيأتي طبعا في المركز الثالث بثلاث نقاط المنتخب الألماني بفارق نقطة واحدة عن منتخب البرازيل وكوتفوار يعني وعلى صعيد آخر طبعا المجموعة الأخرى يعني سقط المنتخب المصري في فخ الخسارة أمام نظير والأرجنتين بنتيجة واحد صف يعني طبعا بيتصدر منتخب أسبانيا المجموعة برصيد أربع نقاط أستراليا في المركز الثاني بنتيجة تلات نقاط وطبعا منتخبنا في المركز الرابع بنقطة واحدة يعني دي كانت أبرز أخبار في الصحف الرياضية من مقر جريدة الشروق العودة لكم مرة أخرى في الستوديو جزيلا شكرا لك يا هانا شكرا جزيلا وصباح الفل عليك مرة تاك شكرا هانا وسلا يعني مرسلين المتميزين ومعلش خليني بس كده عندي تعليق وأنا هتكلم واللي عايز بقى يزعل معلش يزعل يعني محترامي طبعا للكل ولكن أنا هرد على فئة معينة للأسف اللي كانت بتصخر من أبطالنا اللي بيمثلونا واللي بيحاول إن هم يشرفوا ويرفعوا اسم مصر في الخارج لإن حاجة كانت بصراحة مستفزة جدا وما فيهاش أي قيم مبارح لما تقعد تشوفه مش بس مبارح يعني بعض الأشخاص يا كريم لو تبعت على السوشيل ميديا وتحديدا تويتر بعض الأشخاص اللي هي ممكن تكون في حياتها محققتش أي حاجة أصلا وقاعد بيكتب بس على الكيبورد وينتقد ويقلل من شأن مواطن آخر مصري بيسافر وبيشارك عشان يرفع اسم مصر وبيحاول وبيحارب خلوا بالك من حاجة يعني كلامي موجه للأشخاص دي انت بتتكلم فيه رياضيين للأسف الشديد معلش لو هنتكلم بصراحة هو ما أخدش نفس الفرصة وما أخدش نفس الاهتمام وما أخدش نفس الصرف على نفس الصرف مقارنة بأي مثلا بطل آخر من دولة أخرى مثلا بتهتم برياضة من زمان قوي احنا بنقول ان احنا عندنا دلوقتي في السنوات الأخيرة أصبح هناك اهتمام لان القيادة السياسية بتاعتك بيتمهتمة بالرياضيين وكمان الألعاب الفردية فانت دلوقتي بتتغير ثقافتك وفكرك بيتغيره فده شيء في غاية الاحترام ورغم ده ان احنا لسه ما بقلناش كم سنة سيادة الرئيس لما تحدث عن أهمية الرياضة ودعم الرياضيين والمرأة وغيره وغيره ابتدى الحركة تمشي الأول ولا كالحد بينظر لهذا فانت بتتكلم ان فيه آه آه فيه فرق كبير خلينا نبقى صرحة في فرق كبير بين اللاعب المصري ولعب تاني من دولة تانية عنده صرفه عنده اهتمام على فكرة هناك ممكن يكونوا ما بيدرسوش ولكن هما بيتمرنوا احنا ما عندناش لسه ده احنا لسه عندنا حاجات بنحاول ان احنا يعني نتخطاها ونعالجها ونحسنها ورغم ده انت عندك بعثة يعني عددها كبير جدا وابطال في غاية الجمال والاحترام رايحين نفسهم ان هما يجيبوا مدالية علشان يشرفوا ويرفعوا على مصر فعيب ان احنا نقعد نتكلم بهذا الشكل ونقلل منهم ونقعد نتاري يعني انا تاري حقول الفئة اللي عملت كده هو ده الكلام الموجه ليهم غير كده بصراحة كان في دعم غير كده كان في ناس محترمة بتتحدث ان انتو شرفتونا على كل حال ارجعونا باللي تقدروا تعملوه واللي جاي ان شاء الله يكون احسن طبعا لش يعني اعتقد انك تباعد عيد صياغة بقى اللي انت بتقوليه بس بشكل اللي هو بالتعبير البنى للدارج الشعبي يعني لو مش قادرين تساعدوا في البناء ما تهدوش باختصار شديد ما توقفوش المراكب السايرة لان فعلا الكلام اللي بتقال ده كلام مصبوط في اليوم في المية احنا في الاول ده احنا لما تقال الخبر بتاع فروج المنتخب السعودي مسلا من منافسات كرة القدم في اولمبياد توكيو بطبيعة الحال الواحد زال يعني فكرة ان احنا نتكلم كمان على دولة شقيقة ما بالكم لما يكون الكلام عن لعبتنا احنا المصريين يعني اي حد بيرفع عالم مصر او اي دولة عربية المفروض ان احنا نشجعه مش عارفين نشجعه خلاص نوع تساكتين اضعف في الامام لكن ما نهدش ما نهدمش لتقل خيرا او لتصمد خلينا نقولها كده طيب الفكرة الاخبارية الاولى كده تعتبر خلصت ولكن زي ما كنا بنقول لحضراتكو لسه اكيد الحديث مستمر ونحفصل ونرجع بعد كده وحيكون معنا كابتن محمد يشام لاعب لياقة بدنية ومحطم رقم كاسي بموسوعة جانس واعتقد دايما الواحد بيبعايز يعرف قصة النجاح المشوار ازاي الاسرار جي ازاي ازاي ده انت تصل لان برضو انت تصل لموسوعة جانس دي مش حاجة سهلة ان انت يتحط او الرانكينج ان انت تتعدى ويتحط اسمك في الموسوعة دي حاجة محتاجة شجر لو سنين من تدريب وغيره فهنعرف ده كله بعد الفاصل بس انوه مرة تانية هيكون معنا كابتن عادل تعيمة في الفقرة الاخيرة ولسه في نقاط كتير جدا وتصريحات كتير جدا هننقشها معاه بس اخر فقرة فاصل ونربع نتابع الارقام القياسية بموسوعة جانس انجازات يسعى المصريون لتحقيقها خلال السنوات الماضية من تلك الارقام ما حققه المصري محمد هشام بدخوله موسوعة جانس للارقام القياسية في رياضة الضغط الماسي بتحطيمه للرقم القياسي المسجل مسبقة بواقع 93 عدد ضغط في الدقيقة الواحدة محمد هشام ابن محافظة الفيوم لم ييأس من تحقيق حلمه بتسجيل رقم قياسي في جانس حيث بدأ تدريباته استعدادا للتقدم بطلب للموسوعة العالمية بعدما حطم الرقم المسجل باسم لاعب صيني بواقع 88 عدة في الدقيقة في الضغط الماسي بتسجيل 97 عدة وخلال ثلاثة اشهر جاء رد مسؤولي جانس بطلب مقاطع مصورة من مختلف الزوايا لاثبات صحة الرقم وبعد فحص المقاطع والحكم على صحة كل عدة جاء رد جانس بتسجيل رقم 93 عدة في الدقيقة باسم محمد هشام ليحقق حلمه واعدا باستمرار تحقيق احلامه بتسجيل ارقام جديدة في موسوعة جانس للارقام القياسية زي ما كنا بنقول لحضراتكو علشان توصل لنقطة نجاح معينة او متميزة لازم ان انت تتعب لازم يكون في اسرار فاحنا بنتكلم في تدريب واسرار خمس سنين موجودين على التوالي علشان يقدر ان هو يحقق حلم او هدف وهو زي ما كنت بقول لحضراتكو تسجيل رقم كاسي في موسوعة جانس تحديات اكيد كتيرة جدا وعايزين نعرف كمان ايه هو اللي احنا كنا بنشوفه ده تحديدا بس خلينا نرحب بالبطل اللي معانا محمد هشام صاحب الرقم القياسي صباح الخير وايه اللي احنا شوفنا ده صباح الخل عليك نلورنا وسعداء بيكو بالانجاز اللي انت عملتوا عايز اقول لك احنا عاديد بننهج يعني شوفنا اوضاع غير مسبوقة فتعال فعلا في البداية نعرف منك ايه هو الضغط الماسي عشان انا متأكدا مش كل الناس عارف woman تمرين الضغط الماسي ايدك بتبع على شكل ماسة ايه تمرين الديمولد ايدك اه على شكل ماسة اه اوكي بس كم بس كم يعني ايه على شكل ماسة تقصد ايه بتاخد يعني بيبقى وضع جسمك اه اه وضع الضغط العادي اللي هو اللي احنا شايفينه ده الفرق بين ده اه الفرق بينه بين الضغط العادي انك ايدك بتبع على شكل مسة اوكي يعني ايدك لازئين مش ان هما بعد عن بعض. اه بالزبط تمام تمام. كده بتبقى درجة صعوبة اكبر يعني. اه. لكل تركيز كله عدد الترايسي بسانة. اه. طيب الفكرة جات لك ازاي محمد? يعني انت دلوقتي كنت بتقول لنا قبل الفاصل يعني بتقول لنا ان انت لسه حصل عليها من شهر تقريبا حاجة. في الفين وعشرين بداية الفين وعشرين كنت شفت فيديو لشاب سيني كان مسجل تمانين وتمانين عدة في الدقيقة. المم عجبتني الفكرة حبيت عمل تجربة سجلت خمسة وتمانين عدة في الدقيقة. المم استمرت على التمانين دوت. اه. يا معيش اول مرة جربت خالص. خمسة وتمانين عدة في الدقيقة. اه. يعني انت عديته اصلا وانت لسه ما قلتش مرة. لا. هو كان جيب تمانين وتمانين. اه استفرق ثلاثة. طيب فرق ثلاثة برضو ده باطل. اشتببت على نص اكتر. اه الفترة اللي فاتت. اه سجلت تسعين واحد وتسعين اتنين وتسعين تلاتة وتسعين عدة في الدقيقة. الم طلب استغرق ثلاثة شهور على ما تم الرد. جان الرد ان انا ايه? ابعت الادلة. المم ليه صديق من محافظة الوادي الجديد اسمه محمود ايوب. اه. ولو. وحصل على شهدات كتير في موسعة جانس. اه. الشاب متفوق جدا ولو مزق مشرف. المم هو اللي ساعدني في كتابة التقارير المتعلقة بالرقامة. وبعدت الادلة يوم تمنتاشر مارس. اه. الفيديو والادلة. جان الرد يوم عشر ستة ان انا اصبحت حامل رقم كياسي في موسعة جانس. اي. وان شاء الله في اركان تانية برضو بازن الله اكسرة برضو في تمارين الضغط برضو. في حد جي طيب يا محمد في حد جي من اللجنة في حد جي من يعني رائب. لا 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 لا. الاديل اللي احنا نوعات على موقف. جيز ديوهات بس. اه. فيديوهات وتقارير. ام. اوكي. ولازم تأكدوا ان الفيديوهات دي مش متمنتجة. لازم توقع موجودة على بعضها. اه. برجوها هناك. اه. العدات ورا بعض. افادي ما انا بصور من جنبين. من الامام ومن جنب. اوكي. واقفوا م انا افتكرت الحلقة فاكر الحلقة اللي نزلت عملت فيها. حبل ستة عددك وانت هتوفق. ما تجرب كده الماشي. دخل الماشي يا كريم. تجرب ولا يمكن تعمل ثلاثة. بس سؤال انت انت يعني هل هل انت مثلا قبل كده قبل ما يعني ما تكسر رقم الكياسي انت كنتم تلعب اه رياضة معينة. انا كنت في جيش افندم اه في الفين وستاشر. اه. الكادة هناك كانوا ميتمين باللاكة البدنية. اه. ومستوي تحسن جدا في اللاكة البدنية. اه. وانت باخد داي دايما المركز الاول في السلاح اللي انا موجود فيه. دايما المركز اول في اللاكة البدنية هناك. كنت بصول على تكرير من القادة واجهزات اه منح من القادة. والحمد الله خارجت من الجيش اه. بلدتها اتم بانزل جيمة وكده. والعب حديد. ومستويه يتحسن تدريجيا. طب احكينا اكتر عنك يا محمد يعني احنا دخلنا على طول في الضغط الماسي بس. انا. خلينا نعرف عنك يعني انت بعد كده. انا. اسمي محمد جان عبد الحميد. تسعة وعشرين سنة. من محافظة الف يوم. مكين في المحلة. اه. بدأت رياضة من حديد من الاربع سنين. اه. والحمد لله حبيت الرياضة جدا. والحمد لله اه. ده سجلت في موسعى الجيناس. اي. طب يعني فكرة ان انت في الاربع سنين اذا انت تتقدم للدرجات دي. وتكسر وتحطها مع ارقام قياسية واسمك يتسجل. ان انا حبيب حبيب المجال ده اه. اه. فيه فيه حب للمجال ده وعزيمة ان انا اوصل لاعلى مستوي. ان شاء الله. طب يعني انت متارجد لنفسك ايه حاطك لنفسك هدف ايه. انت لسه كنت بتقول. فيه ارقام تانية. اه ان شاء الله. زي ايه بقى? زي تمرين اه ارشر بوش اب ايدك بتبقى على ارتفاع التلاتين سنة من الارض. اه. اه. ايدي ديوصر المرتفعة بزاوية خمسة وعبعين درجة من الجسم. اه. واللي ديوصر لومنا بزاوية تسعام درجة من الجسم. الركم العالمي اربعين عدة. انا مسجل تمانية واربعين عدة. ايه. وبعدت لديل الجنس. حاليا المنتظر الرد. تان وفيه التمرين تانية باوزان يعني متر اطلق عشر خمسة واربعين كيلو ونص على ضغرين. ياه. والعب ضغط. اللي والعب ضغط على الكبدة الكبدة اليد. اه. ما رفع احد الارجل. طب ممكن اسألك بتتمرن يعني طبعا ما شاء الله باين على دراعك بس تمرن قد ايه في اليوم مسلا. يعني ساعة اليوم. بس؟ بس كه ساعة في اليوم؟ بس ساعة كوي صوي. طب سؤال هل في مسلا تواصل ما بينك وبين وزارة الشباب والرياضة او اي اتحاد معين. لا للاسف. ازاي? طب انت ما خدتش خطوة دي دي ما عملتش المبادرة دي دي. انت عملت الابعد كمان دبتا يعني تواصلت مع موصولة الارقام القياسية وحقات من كلمات. او الحمد لله الحمد لله اتمنى بعد اللقاء ده يكون فيه تواصل. ايه سعى يا محمد لان ازي حاجة اكيد. لا انا بسعى حبيب من الجلدة. ان انا حبيب بعمل حاجة دي لنفس انا. والحمد لله نسعى جدا ان انا دخلت جينيس باسمي واسمه مصر. وهي دي موقت. ممكن نقدمها المصر. اي. هو متن معنا برضو عشان الناس اللي حابة تشوفها. ام فاكيد انت يعني شعورك بقى خلينا كده نعرف عندك شعورك بقى في البلد واست اهلك. الحمد لله اصدقائي سعادة جدا واهل سعادة جدا. نجم الفيوم دلوقت. اه. يعني احكمنا بقى بعد ما خاص. اكيد ده هما كانوا فرحانين. اكيد طبعا اصدقائي اه لها صديق محمود الكورشي ده من المحلة الكبرى. كان بيحفزني دايما وكابتن محمد صلاح. كابتن اه احمد الحبال. كابتن محمد عيلا. كل الناس دي بتشجعني وتحفزني والحمد لله قدرت توصل للمستوى اللي بقى. الحلو برضو في قصتك يا محمد ان انت يعني ايه برضو ممكن ده يبقى ملهم لناس اه ما كانتش بتمارس رياضة بشكل منتظم او مش بتلعب اه رياضة معينة. بسن صغيرة. بسن صغيرة. بسن صغيرة فعلا. فده انت يعني انت كده نموذج ملهم لكتير من الشباب. بالمناسبة عايزين نعرف منك وانت بقى يعني ايه بتاري خير بان يحددتنا على التفصيلة دي. تمام. اه الضغط ده مفيد احنا طبعا عارفين هو مفيد للعضوات للعضوات بالسدر. الحسنة بالوضع في ضمن ديما. مسلا في وضع مسلا بيركز على عضل في وضع مسلا بيركز على الصدر. اه. كده. يعني على حسن وضعية جسد اه بالضبط؟ بالزبط كده. بيبقى في نعكاس على العضلة ما في الجسد؟ بالزبط. اوكي. لكن الاساس بيبقى وعضلات السدره. اه تمام. طب احكا لنا محمد بس احنا عايزين يعني موضوع تشات اكتر ما منه يعني احنا بنحاول نعرفك اكتر. انت اه شخصية اصلا ازاي? يعني حكي لنا عن شخصيتك شوية. انت حكي لنا عنك انت منين وكده وتمرنت شخصيتك هل هي الى حد ما مثلا اه شخصية عندها تحدي لان انت برضو بتتكلم في حاجة مش سهلة. يعني لازم عندك اصرار. في لازم شخصية معينة اللي تروح وتقرر وتسعى وتراسل وتوصل لحلمها. مش اي حد يقدر يعمل ده? لا اه منهم يكون فيها عزيمة عندك وحب للمجال ده اللي انت فيه. طول ما فيها عزيمة هتقدر توصل لاي مستوى انت عايزه. محدش حاول يقول لك يا عم بقى ومش هتقدر. احيانا بيتجاه لكل ده اول. احيانا بيتجاه لكل ده. عموما احنا بيتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله بستنين المزيد من تختيم الارقام القياسية. ان شاء الله فاندي. رغبان يا عزكا فاندي. لورت الدنيا كل ده. فرحانين بيك حقيقي لان انت مش بس بتعمل حاجة لاسمك انت زي ما اقول انت بتعمل حاجة لاسم مصر فاي مصري حيرفع اسم مصر في اي محفل دولي او في اي مكان اكيد احنا هنبقى سعادة اقبير بنا يوفق اكام فاصل ونرجع بقى للاهلي وكابتن عادل تايمة. الحقيقة يعني فيه ظاهرة ملفتة جدا للنظر وهي ان النادي الاهلي بقى له كتير يعني سيت حسم الامور في دقيقة تسعين بلس. ودي حاجة يعني اكيد ناس كتير جدا دايما حتى كانت بتتندر عليها الفترة الاخيرة اصبحت عادة الى حد ما. ولازم يقول ان ماتش مبارح لحقيقة ودي كلمة حق لازم تتقال ماتش كان على وشك ان هو يروح مننا. يعني ودي كانت حاجة مش لطيفة بالمرة. ولازم يكون عارفين ان التفريط في اي نقطة في الوقت اللي احنا فيه ده هيأثر بشكل كبير جدا على شكل المنافسة. معانا كابتن عادل طعيمة نجم النادي الاهلي السابق. للحديث عن مباراة الاهلي والانتاج الحربي اه بالامس. وصراع المنافسة على اللقب المحلي. صباح الخلي على حضرتك اهلا بيك. صباح خير يا فندم اهلا بحضرتك. يعني كلام بصراحة اه محتاجين ننقشه بشكل اكتر تفصيلا مهم. اه انا حدى ما حضرتك لو تسمح لي بتصريحات مسلماني. لان تصريحات مسلماني الى خاصة المباراة بالامس. هو تحدث ان فيه بعض الضغوطات الشديدة. هو تحدث ان هو اخذ من المباراة اللي هو عايزه. هو تحدث ان انا عندي اداء كان رائع جدا من بعض اللاعيبة اللي يمكن فيه الفترات السابقة ما كانوش بيثبتوا نفسهم بالشكل يعني المفروض. منهم بواليا منهم حسين الشاحات الجدل الاثير يعني حاولوا مروان محسن تحدث عنه مسلماني بشكل اكتر من رائع. خلينا نروح لهذه التصريحات اللي حضرتك تبعتها ونبدأ بيها. اه هو بداية طبعا تصريحاته فيها عقلانية جدا. اه دايما اه يخلي العب على نفسه مش على اللاعيبة. وغير الكلام اللي ممكن يتقال في غرفة الملابس. ام. فالوضع الطبيعي ان انا كمدير فني بيبقى زي الاب او زي الرجل المربي. ابدا ما يطلعش يسيء لاولاده او يسيء للعيبة اللي هو معاه. الحقيقة مسلماني عامل جهد مع الجهاز الفني. مع ادارة النادي مع لجنة التخطيط مع اللاعبين عاملين جهد خرافي. العالم كله بيتكلم عنه. العالم كله الا اه عندنا. اه كل المواقع في العالم بتتكلم على الانجازات اللي النادي الالي بيعملها والدليل ان انا عندي تمانية واربعين بطولة في القرن الواحد وعشرين. انا الاول على العالم. ام. عارفة ميني التاني? ام. باير بن يونيخ. ام. طيب احنا عارفين ان نادي باير بن يونيخ مش رايح كاس عالم اندية. انادي فالكار ميني LYERS لراءح للمره التانية. للمره التانيه التوعي ة بالزلطة. ام. باير مش رايح. تشيلس اللي رايح. ام. انادي فالكارتالي قال للمره التانية هو اللي رايح. تصريحاته مع اه عقب المباربو بشارتا بيبقى فيه نوع من الانفعال طول المباراة. قابل المباراة بيبقى فيه لقطة عصبي. ام. ثم خلال التسعين دقيقة بيبقا فيه ضغط غير طبيعي النتيجة بتروح وبتيجي بتروح وبتيجي وفي بعض اللاعبين بيقدوا بحماس شديد جدا وفي البعض لسه ما وصلش للمرحلة اللي ترضي الجهاز. اكيد فيه اخطاء طبعا. فيه اخطاء. الاخطاء دي بتبقى وردة جدا في خلال الضغوط اللي موجودة. واحنا دايما بتكلم على الناحية العصبية والنفسية. مش ممكن ابدا بانا واقع تحت ضغط عصبي ونفسي شديد جدا ومطلوب مني ان انا ادي احسن اداء. استحالة. حضرك لو انت ماشي في الشارع وتنرفزت شوية. هتعرف تسوق كويس? مش هتعرف. فتخيل انت باستمرار بتاخد انت سفرت من النيجر لقطر لجنوب افريقيا يعني للسودان سفديات كتير جدا مع كلها نهائيات. احنا فضلنا تلات اربعة بطولات ونبقى يعني نخش على ريال مدريد ونتفوق على ريال مدريد. الانجازات دي كلها. فعلت بطولات يعني. الانجازات دي كلها عايزين يدخلونا في حتة البنك الاهلي. وماتش مش عارف ايه حاجات محلية. وبنشوف دايما وانا محبش اتكلم في الحتة دي بالزاد بس يعني احنا خلاص ملينا. يعني الان بيجيب جول سليم جدا. وبعدين يلاقي الفار بيجيب الحكم علشان يشوف الجول ملعوب. يعني الجول اللي التالت. كل مشكلة اللي فيه. علشان الفار يندهله. اه بنالتي مرة واثنين وتلاتة ما بيتحسبش. كل دي بتبقى ضغوط على المدرب. ضغوط على اللعيبة. وبرضو بقول من خلال حضراتكم اللعيبة الوحيدة في مصر. قسملك بالله. اللي ما بيروحوا للحاكم يعتاردوا على اي حاجة. يعني مبارح فيه بنالتي بالايد. الماتش اللي قابليه الراجل طلع ورح هواخد محمد شريف. اه. حتى في قناة الاهل ما جاتش. يعني شو فيه مدى الاخلاق. يعني الراجل ضربه. مبارح برضو البنالتي بتاع مروان الراجل دخل سايب الكورة. ورح هواخده في دماغه. الظرف ايه? فكل دي تبقى ضغوط على المدرب. واللعيبة برضو انا لما بحس ان الراجل اللي بيدير المباراة. ما بيحمينيش. ما شوفنا بكشات كتير قوي. انا بقى اوش فيق على الجهاز الفني. شوفنا ماتش غزة المحلة. يمكن ان كابتل الاسلام مبارح جاب مختطفات كده بسيطة. اه في خلال برنامج بتاعه بالليل. شوفنا قد ايه العنف اللي كان موجود. والحاكم لا يبعد عن عن اللاعد. هو مسألة. انه تضيع وقته. انا اصد ان كل ده عب على 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 المدير. مسألة الاخطاء التحكمية ومسألة الفار دي اكيد برضو من ضمن النقاط اللي حنتكلم مع خضراتك فيها. انا ونهواند بس. انا عايز اسألك. انا اصد بس ان هي بتبقى ضغط على ما اصدش ان انا اتكلم فيها. طبعا لما اصد بقى ضغوط على المدير الفارد. لازم يتوقف عندك كل الاحوال فكرة الاخطاء التحكمية وفكرة الفار ومدى فعليته يعني دي حاجة هنتكلم فيها. بس انا عايز اسأل حداك على حاجة برضو كان في وسط كلام حضراتك تتكلم على ضغط المباريات. وده كان حقيقي حاصل بشكل مبالغ فيه اوي في الفترة الاخيرة وخصوصا على الصعيد المحلي والدولي. لكن الدولي المصري يعني. هل ده كان ممكن يتم تداركه ولا ده قدر النادي الاهلي بحكم ان هو مشارك تقريبا في كل البطولات المتاحة. قدر النادي الاهلي انت انت لعب حداشر مباراة في ثلاث شهور اكتر من النادي المنافس. النادي المنافس بريح. وانت في كورل الاثنين وثلاثين. مش دي امور كان لازم تتراعى. ما هي علشان كده انت بتلعب من غير ست. ما انت لو ما عملتش كده كتا تضضغت اكتر. فانت قبلت انك انت فيه ماتشات تتوسع شوية على الرغم ان الفارق حداشر مباراة فرق. ومع ذلك انت قبلت انك تلعب ثلاث مبارايات من غير خمسين في المية من عراص الاساية بتاعتك. انت عندك الشناوي خمسين في المية من قوتك كحارس مرمى. انت بتديها للمنتخب القلومبي. عشان انت نادي الوطنية. صحيح. انت كممكن جدا ترفض. زي ما اي نادي في العالم رفض. آآ جالة السراي رفض. انه يدي اللعيب بتاعه مصطفى ومحمد صلاح. فانت بتلعب بعناصرك الاسية مش موجودة. آآ بتضغط. ولولا انك انت قبلت انك انت تلعب ثلاث مبارايات من غير الستة الدوليد. كنت هتبقى فيها صعوبة اكتر عليها. الوضع برضو ما ينفعش القارن اول ان احنا منتكلم في الاول في الاخر على فرق اجنبية بينتمي لها بعض اللعيب المحليين بتوعنا. لكن في حالة النادي الاهلي يعني تشيلسي وارد ان يرفض. آآ سوري ليفر كول. آآ وارد ان هو يرفض ان محمد صلاح يشارك كذلك آآ نادي التركي جلات السراي. لكن في حالة الاهلي. هيبقى صعب اول انه يتأخر عن اي طلب يطلب منه لخدمة المنتخب الوليد. انا كمحترف في اجندة دولية. بزا. الاجندة الدولية لا تسمح لي ان اللاعب المحترف بتاعي ما يروحش في المحفل ده. بزا. فيما النادي الاهلي يدي خمسين في المية من قوته في في بطولة المحببة للجمهور. واجب وطني. ده جانب وطني. كممكن جدا يرفض. كلاعب محترف. لكن النادي الاهلي بحكمه وطنيته. ادى خمسين في المية من قوته للمنتخب. فدي طبعا ما برضو النادي الليبربول برضو يهمه سمعته وشعبيته وهو الاخر. وبرضو بيرايح لعبته علشان عارف ان اللاعب لو ما خدش اجازة مش هيديني طول الموسم. طب. كل الامور دي انا يعني ببقى حطتها على الجهاز الفاني. وعلى الادارة النادي وعلى الكابت الخطيب. اللي يعني على طول باستمرار باستمرار مع الفريق في كل تمرينة وفي كل مباراة وفي كل سفرية علشان يبقى فيه نوع من المؤذر اللاعيبة دي. فيه لعيبة كتير ما تعودتش على البطولات بقالها فترة وليلة بتاخد بطولات كتيرة. اه. ومضغوطة بشكل يعني عمرهم ما حصلوهم الضغط ده. كل الامور دي بتسمح لنا ان احنا يبقى فيه نوع شوية من الرحمة بلعبتنا. بالجهاز الفاني. احنا ساعات بنقصه واحنا يعني كمحبين للنادي وكناس اشتغلنا وبنحبه واتولدنا في النادي. احيانا بمتدقيين من مباراة او اتنين. اه. ما احناش عارفين ايه اللي في الكواليس خلف اه خلف الكاميرا انت بتشوف المعاناها اللي اللاعبة بتعنيها. يعني فيه حاجة تبشوف كل الفرق. انا شفنا البنك بيلعب مع الفريق المنافس ازاي? بيلعب معنا ازاي? كل الفرق. حتى يا اخي تصريحات المنافسين اللي هما بيلعبونا. بيقول لك انا بتمنى فوز الفريق كزا الدوري. وانت اصلا في الدوري. لاعب. بيقول انا اه اتمنى فوز المنافس وانت هتلعب كمان اه عشرة ايام ولا كمان ازبوع. يعني ازا انت خدرك انك انت كل المنافسين اللي بيقدون لك سواء في مصر او خارج مصر عارفيني النادل قالي لو نلت منه نقطة فانت عملت الاعجاز. صحيح. ده على ارض الملعب لكن لو انت مش عارف تكسبه كمان على ارض الملعب تحاول خارج الملعب ان انت باي شكل من الاشكال تضغط عليه. وده اللي احنا شفناه محاولات الغريبة او المستميتة من البعض ان انت تقول ان الدوري تحسم وان الاهلي خارج الدوري. وحاجات غريبة جدا كنا بنسمحها ويمكن ده اللي اكد عليه كمان كابتن سيد عبد الحفيظ. لما اوجه رسالة دايما احنا بنكلم نفسنا. احنا بنكلم بعض. احنا بنكلم جمهور الاهلي ملناش دعوا بحد واقل. انا عايز جمهور الاهلي دايما يكون سند ودايما يكون داعم ومحدش يتأثر بما يثار ان احنا خلاص الدوري راح مننا والكلام ده. مفيش الكلام ده على الارض الواقع مفيش حاجة اسمها كده. فعلى كل حال دي نقطة عايزين برضو نتكلم فيها تاني بس فاصل سريع وهنرجع نتكلم مع كابتن عادل. ثلاث نقاط حصل عليهم الاهلي بالامس ولسه يعني قدامنا تسع مطشاط ربنا يوفى ان شاء الله الفريق. وفي نفس الوقت احنا عندنا امل كبير عندنا اخطاء زي ما كنا منتكلم اه اكيد مفيش فريق ما بيخطأش اكيد مفيش يعني مباراة بتعدي من غير اي ثغرة حتى صغيرة. ولكن في كلام برضو على السعيد التاني محتاجين ان احنا نقشوا بشكل اكثر تفصيلا معي كابتن عادل. وخلينا نرجع لنقطة كابتن سايد عبد الحفيظ والتصريحات اللي في غاية الاهمية بصراحة اللي تكلم عنها. وفكرة كمان هنا القضية التحكيمية مش هرقود فيها بشكل يعني كتير. ولكن احنا محتاجين نقف عندها. اه خليني اعرف ان حضرتك شفت ده ازاي مباراة. والله يشوف كابتن سايد دايما تصريحاته فيها عقلانية وارقام. لا فيهاش يعني ايه ابيات شعر. مم. وانشة. لا بيقول ان انا فيه المباراة دي يوم كزا. على ملعب كزا. ليه? فالرد ما بيجيش رد. لما يقول ان انا اه فيه ماتش اه انا بلعب النص في ظل الضغط المباراة في الكاس. اه. واي فريق بقى عشان يعني نتجنب الكلام. اي فريق اخر بيطلب ان المباراة تتأجل تتأجل. اه الماتشين اللي جايين ورا بعض في اسكندرية فا اه نادي معسكر في اسكندرية فروح انا غازل المحلة مفروض ان انا العبه في القاهرة. سواء في الاستاد او في بيتر سبوت فانا اه اروح اعمل الماتش في اسكندرية عشان هو بعد ثلاثة ايام او بعد يومين هيبقى يلعب الماتشين بدون بقى سفر. ام. بدون ارهاق. ام. ده في حد زيته في الكورة عاد ان تكافؤ فرص. هل الكلام ده اه في محسوبية للنادي او للنادي اللي هو بيشتغل فيه. ده منطقي جدا لأي واحد محايد بيطلب حاجة طبعية. ثم بيكملها بحاجة تانية. الجونة هتلاعب سموحه في اسكندرية. الاهلي بعديها بيومين هيلاعب الجونة في الجونة. ام. طيب هل هيسمح لو الجونة طلب انه يعني طالما هو في اسكندرية بدل ما يرجع الجونة والاهلي يجيله في الجونة. برضو ماتش الجونة يتلاعب في اسكندرية. لو انت ماشيت ده هتمشي ده. هل ده الكلام فيه نوع من الزيادة للنادي؟ هم ردوا على شق واحد بس انا شفته مع زميل امبارح على شق ان كان استاد القاهرة في يعني تصليحات وهو ده السبب هم ما عندهمش مشكلة يعبوه في القاهرة. ده 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 او ده الرد الوحيد اللي جي عالشق ده. ما هو. ما هي الاصلاحات طيب ما كان استاد اسكندرية بقول ان فيه اسلاحات. وبعدين فجأة الاصلاحات خرصت. انا بش بن. ما فيش مزاريتنا للمعمرة. مم. بس في اسكندرية كانوا بيقول فيه اصلاحات. مزبوط. مم. طب الاصلاحات خرصت بسرعة. وانبقول حليك الرد بس جي في شق معين لك كان فيه نقاط كتيرة وقفارت مجراش حاجة احنا لانه شكك. ولا نقول ان فيه مؤامرة ولا حاجة. مفيش حاجة قابلة. بس ما بدأ تكافئ الفرص. ازا انت هتسمح من اه النادي المنافس هلعى مبارايتين في اسكندرية وهو اصلا معاسكا في اسكندرية. اه. فانت بتديله الريحية الكاملة. ما فيش بقى ايه. بتيجي من اه من سان داونز وطالع السويس. وبعدين تيجي من السويس على المحلة. وبعدين من المحلة على. طب ما اللي بيحصل ده والحركة تتكلم عليه. مرجعيته ايه. احنا هنفترض حسن النية. يعني لو افترضنا ان مفيش سوق نية طب بفضل ايه. بايه المتسبب في النوع ده من الامور. يا كريم على مدى تاريخ النادي الاهلي. انا محبش اللي الناس اللي بتحلف. بس يعني على مدى تاريخ النادي الاهلي. ما فيش اي نوع من المجاملة النادي الاهلي كان مجاملة. بالعكس كانت كل القرارات على مدى تاريخ كل الاتحادات للقبل كده. على طول فيه نوع على طول ضد النادي الاهلي. ليه? انا انا مش عارف. مش عارف. ده ممكن بقى الناس المؤرخين يجبو لك بقى بالتاريخ باليوم بالساعة بالمباراة. دي بقى احنا كده ما ينفعش بقى نقدم حسن النية اول. لان واضح ان فيه. لا ما فيش حسن دية. حسن النية ايه? انت انت بتشوف المباريات يعني مش عايز اخوف برضه في التحكيم دلوقتي لكن بتقول انت انت قبل ساندونز وقبل نهاية افريقيا. انت بتلعب قبلها ماتش لثلاث تيام الاربع تيام. وبعدين بتخلص المباراة وبتروح واخد الطيارة وتطلع على على المغرب. يعني انت حتى الحتة دي ما انتش مريحني. فيعني طب ليه? البطولة دي بتخش في غزينة مصر كدولة. طب. والنادي الاهلي. والنادي الاهلي ما يقوله النادي المصري. ما يقولوش نادي الاهلي. النادي الاهلي المصري هو لواخد اكسر تتويجا في القرن الواحد وعشرين. الحاجة دي مش يعني بتخليك كاتحاد كورة. يبقى ليك يعني يعني برضو بتزيد من رصيدك. فانت انت فاهم ان انت كل ما بتبقى ضد النادي الاهلي انت بتخويه اكتر. انت لا تضعفه. لان النادي الاهلي بعد ربنا سبحانه وتعالى فيه جمهور كبير قوي بيسنده. الجمهور اللي بيسنده ده ما تخلي الادارة ما بتنامشي. يعني هل الادارة بتاعتنا بيتنام ما بتنامشي. الهاز الفني ما بياخدش راحة على طول انت خدت بطولة افريقيا. تاني يوم كنت بتتمرن. اه. اللاعيبة محتاجة كريم انا هود محتاجين فاكرين الست ايام وان برضو كنا عندو هنا. قولنا اللاعيبة محتاجة تلات اربعة ايام. ايوة صحيح. علشان مش كل يوم. يرتاح وفرق. 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 وفرق جدا. لما الراجل انده ست ايام. لما رحنا الماتش بتاع الماتش في افريقيا. اعتقد الموداد اعتقد. اه سان داونز اعتقد. وقال لا يا رب تراجد. لما رحنا التراجد. وشفنا الاحداث اللي حصل في التراجد. وشفنا اولادنا نزلوا. سيطرة واستحواز وخطورة. طول المباراة. ثم المباراة التانية. الست ايام دول فرقوا جدا مع اللاعيبة. الست ايام ما بياخدوش كورة ولا بياخدو حكا خالص. فاللعيبة محتاجة برضو الراحة دي. في فترات معينة. والجهاز الفني بيعمل عليه. كلام كابتل سيد. انا بشوف انهم الكلام اي انسان محايد. اه عقلاني. اه بيدير المنظومة المفروض ان هو ان انا محايد فيها. لابد ان انا قدي الناس كلها في مصفرة واحدة. يبقى الناد الان بياخد زمالك بياخد وباسماعيلي كل الان ديها مصفرة واحدة. كواس. ما تديش حد بزياد عم حد. المساواة في الظلم عادي. يا اخ ده ابسط حاجة. اه. وبعدين انت انت بتعادي. تمانين مليون? انت بتعاديهم ليه? بالعكس انت بتحفزهم. انت عارف انت لو جابلتني. اه. جمهور النادي بقى انا حساس اوي. احنا مش مقول حتى مجاملة احنا بنقول اصحاب حق يعني اه. انا اقول لو جابلتني. اه. جمهور الاقلي مش هيبقى كده. اه. انما طول ما انت فيه حتة ان انت الجمهور حاسس ان فيه حاجة اه يعني ايه مدايقه شوية. فبيخليه يبقى حبه للنادي اكتر. واقوفه مع النادي اكتر. وده المطلوب طبعا في الفترة دي اللي احنا فيها تحديدا. ولو هنتكلم لان بقتي بيجري كمان كابتن عادل تسمح لي اروح شوية فنيات بالامس. يعني شفنا مساحات برضو الاهلي اه كانت كبيرة جدا مبارح. قدر ان انتاج الحرب ان هو يستغل لها. ده كان واضح الى حد كبير. بعض الاخطاء. بعض التأخيرات للكراط يعني اللي برضو شفناها. اه. مسيماني في المؤتمر الصحفي ما انقرش ده. لا اتحدث عنه. بس في الاول وفي الاخر انا داخل عايز تلات نقاط واخدته. حضرتك برضو بتشوف اللعب بالامس كان ازاي? ايه اكتر خطأ حضرتك لفت نظرك? انا بتكلم عن دين. باختصار فيه لعيبة مجهدة جدا. اه. وفيه لعيبة مش مجهدة ابدا. ام. فاللعيبة اللي مش مجهدة ابدا دي مفروض انها تقدي افضل من كده. ام. يعني فيه لعيبة تلات اربع لعيبة كانوا الراجل بيديهم نص ساعة في تلت ساعة في ربع ساعة في هفتايم. مفروض ان انا في الوقت ده نبقاش مجهد. في الوقت اللي انا فيه عندي ست او سبع لعيبة في توكيوم. مفروض ان انا اقف مع فرقتي. فالوقفة دي ما كانتش موجودة. الجابهة اليمين عندنا كانت متشكل اه خطورة علينا. فالوقفة اللي ما كانتش موجودة دي نتج عنها ان الانتاج الحاج بيستغلت فرصة في المساحات اللي اتخلقت. والاسيستر اللي من مصر ملعب وروح من مصطفى البدري اللي لعب الانتاج واللي يعني يبقى نقف عندها. الولادنا اللي موجودين يعني اه الخمسة ستة اللي هما اصلا ما كانوش مضغوطين جامد جدا زي ديانج وزي عمر وزي حمدي وزي اه بانون وزي ايمن اشرك. علي معلول ما بياخدش خمس دقايق راحة. يعني علي معلول على طول على طول في الملعب. محمد شريف. ديانج مبارح بصراحة كان رائع بارك. طب ديانج مش مجهد. طب ليه مبارح كان بيقدي بالروح والقتلية ديت. يبقى ازا انا رسالة للعيبة اللي انا يعني بنحبه جدا ودون ولادنا. مافروض ان انت ادائك لازم انت بتلعب في الملعب تحس ان فيه تمانين مليون بتفرجوا عليك. بيقولوا لك. لا. احنا منتظرين منك افضل من كده. هل فرق المشاركة كابتن عادل? يعني ده السؤال اللي هنختم به لان تاريب الوقت خلص. هل فرق المشاركة عدد المشاركات من قبل لعيبة الاختلاف ما بينهم ده بيؤثر برضو الى حد ما في الملعب يعني. نبعد دينا لعيبة ما شاركتش عدد كبير من المباريات نزلت تشارك هل ممكن يكون برضو ده بيؤثر شوية على الاداة؟ يؤثر حاجة بسيطة. لكن الروح دايما الروح دايما. لازم تكون يعني حاضرة. الروح لازم تكون حاضرة. انا ممكن جدا اه اه ابقى مش موفقة. لكن بديلك تمانية ونص او تسعة من عشر فرقتي. من جرد من قوة من التحام. الكرة مشتركة بتاعتي. اه تحسي ان انا بجيب الكرة جيبها بمنتهى السرعة. اه بحفز زميلي. حتى الكاميرا اللي ما بتيجي على وشي. بضيع فرصة او بعمل باصة غلط. احس ان التأثير ده على وشي ان انا لأ انا عايز اللي جاي زي ما بتحرك بتشوفي وكريم بتشوفي. ما تجي اللي بيلعب تنس لما بيغلط واحدة تحس ان هو بيراجع نفسه. الحتة دي بتبقى مهمة جدا وانا وانا بقدي. فطبعا دي كلها امور اه الولادنا دول لازم برضو يرجع نفسهم لان مفروض ان انا في الوقت ده الناس منتظرة منك انك تثبت انت طبعا لعيب كبير وكل حاجة. ولعيب هايل وكل حاجة بس المفروض ان انا منتظر منك اداء وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� بلالك